بعد ساعات من الغارة الإسرائيلية على مدينة القنيطرة جنوبية غربية سوريا أعلن حزب الله اللبناني مقتل عدة قادة ميدانين في صفوفه من أبرزهم جهاد مغنية نجل القيادي السابق عماد مغنية ليؤكد الحرس الثوري الإيراني بدوره مقتل الجنرال محمد علي دادي في الغارة ذاتها من ذلك ربما اسم جهاد مغنية قوله ابن عماد مغنية شكوك عديدة أبداها محللون سياسيون حول العلاقة بين إسقاط طائرة نقل عسكرية في مطار أبو ظهور العسكري جنوبية حلب وغارة القنيطرة إذ يرون أن حزب الله يسعى لإيهان الرأي العام بأن أعضاءه قتلوا نتيجة عدوان إسرائيلي وليس نتيجة عدوانهم على الشعب السوري مساء السبت أعلنت جبهة النصرة سقوط الطائرة وأظهرت صور بعض الجثث لمقاتلين بلحن طويلة وشرائح جوال لبنانية بينما اعترفت مواقع موالية للنظام بمقتل ثلاثين عنصرا من أصل سبعة وثلاثين أعلنتهم النصرة الأمر الذي يترك الاحتمال مفتوحا بأنهم الذين أعلن الحزب مقتلهم في القنيطرة ردود الفعل الإيرانية والسورية جاءت متقاربة إذ ندد الزعبي بالحادثة متهما إسرائيل بإشغال جيش الأسد عن تحرير فلسطين والأراضي العربية المحتلة التي نشأ الجيش من أجلها حسب زعمه سياسة حزب الله هذه يعتبرها البعض بروبغاندا يمارسها كلما تعرض لنكسات خصوصا بعد تلقيه ضربات موجعة في سوريا فضلا عن موجة استياء بات يواجهها بين أوصات اللبنانيين أنفسهم على خلفية ما أفرزه تدخله في سوريا من تبعات على لبنان آخرها ضغوطات أهالي عناصر الجيش اللبناني المحتجزين لدى جبهة النصرة العملية تعيد للأذهان مقتل القيادي عماد مغنية وسط دمشق وفي أشد الحصون الأمنية منعة والتي تزامنت مع حشد لقوى الرابع عشر من آذار آنذاك بهدف انتخاب رئيس توافقي ليسرق حزب الله الأضواء من منافسه ويتصدر رئيسه الشاشات التلفزيونية ويسجل اسمه على رأس أنظمة الممانعة والمقاومة من جديد اشتركوا في القناة